تيبي تخسر شخص وتخليه ينفر منك ويبتعل عنك تعلق فيه موضوع سهل تعلق فيه بتشوفه ما يهتم بتشوفه بعيد يسحب عليك ما يهتم فيك يذلك ذل والله يطلع ريحتك أنت اللي تبادر أنت اللي تسأل أنت اللي تسأل وراءه ويخليك يطلع لك علامات تعجب في راسك واستفهمات كثيرة في راسك عدد شعر راسك وش سويت طب أنا ما سويت شي طب آخر مكالمة طب آخر شي طيب ليش تركني طب ليش سوى البوست هذا أكيد يبغى تحليل شخصية تحليلية معتنام جننك في حياتك وصلت مرحلة أنه حياتك بدأت تدمر بسببت واحد تافه أنت كثير عليه صدقني والله لو حلف أنك أنت كثير عليه وأنه ما يستاهلك بس مخك بدأ يعطي إشارات خطأ أنه هذا أنت ما تقدر تعيش من غيره بدأ يعطي إشارات خطأ أنه هو إكسجينك أنه الحياة ما تسوى بدونه كلها طبعا إشارات وهمية لأنه تعلق مرضي غير صحيح غير صحيح غير أن التعلق هذا راح يخسرك حياتك الاجتماعية كلها ما عدت تستمتع في جلسة مع أهلك زي أول ما تستمتع لما تجلس مع أخيك أو أنت لما تجلسين مع صاحباتك ما تستمتعين فيهم وأنتي جارسة معهم مبسوطين ويضحكون ويشربون القهوة والشاكلة وما أدري وشو الحالة وأنتي تفكرين فيه آخر حبة هذاك محور الكون ما أرسل ولا تكلمين واحدة مصدقاتك ما أرسل لي ما سوالي وتسبين فيه لأنك مقهورة أو تصلين مرحلة أنك ترسلين مسج كله سب سب فيه وكذا وبعدين تندمين أو تندم حياتك للأسف هالكون الوسيع الجميل اللي يعتور من نعم الله علينا اللي فيه كل أنواع مصادر السعادة محورتها وصغرتها على هذا الشخص كون وسيع خنت فيه هذا الشخص هو الوحيد اللي يسعدك معقول ما عندك منطق ما تفكر وتفكر ويعقولي الألباب فكر منطق مصادر سعادة كثيرة أخليها فقط من الشخص هذا إذا ما رضى علي بكون حزين إذا ما أعطاني اهتمام وبتدمر نفسيا لا يا شيخ فكر بمنطق تعلق في ونيت عراوي ولا تعلق في شخص لكن دائما أقول يعني من تعلق بشي غير الله عذب به التعلق بالمخلوق وليس بالمخلوقات يا جماعة المخلوقات هذول البشر التعلق فيه ما وراه إلا الأذى أذى للنفس وإذلال للنفس خلك متوازن تبغى تجذبهم حتى لو عاجبك الشخص هذا وحتى لو أنه حسب ونسب ومنصب وثراء ما يجذبهم إلا الشخص المختلف ما يجذبهم إلا الشخص الرزين الثقيل اللي ما يعطيه إلا لما ياخد قبل شخص طبيعي متوازن هذا الجذاب لذلك دائما لاحظوا لما تتعلق في شخص يبعد عنك يبعد عنك ليش يدور الصعب يدور المتوازن اللي يتعب عشانه فهذه مشكلة التعلق انتبهوا وركزوا فيها احفظ قيمتك احفظ كرامتك وحب نفسك أول خلها رقم واحد عشان توصل مرحلة التوازن حب نفسك حب أهلك أحبابك اللي يحبونك حب غير مشروط فقط أما الباقي لا أتوازن معهم وأعطيهم مثل ما يعطوني سلام